في ملف الإرادات غير النفطية للعراق أعلنت هيئة المنافذ الحدودية تحقيق أكثر من تريليون دينار إرادات ضريبية وقمروقية وأمانات منذ بداية العام الحالي لغاية الثلاث عشر من الشهر الحالي وذكرت الهيئة في بيان أن هذه الأرقام تأتي حصيلة لدور الرقابي للهيئة مع الدوائر العاملة كافة في ظل تفشي جائحة كورونا وتراجع عمليات التبادل التجاري كما ضبطت الهيئة 2695 مخالفة قانونية ونفذت إلقاء قبض بحق مطلوبين للقضاء